طول عمرنا من جوانا عارفين ان فيه حاجة اسمها سوبر فود فيه اكل مختلف عن باقي الاكل ولما تاكله هيديك مميزات ما كانتش عندك من ايام ما كنا اطفال صغيرين وبنتفرج على باباي لما يأكل علبة السبانخ وفجأة عضلته تكبر ويتحول ويبقى سوبر باباي المشكلة ان كلنا اكلنا سبانخ كتير لكن للأسف ما تحولناش للأسف ما طلعتش السبانخ سوبر فود مش مشكلة يبقى خلينا نغير الكلام شوية ونقول ان طول عمرنا عارفين الاكل الصحي او الهالثي فود مش كده الجزر بيقوي النظر السلطة الخضرة كلها فيتامينات وحديد وبتبني جسم ومخ سوبر المكسرات بتبني المخ اللي يشرب اللبن عضمه يبقى حديد من صغرنا بنشوف ده في كل اعلانات الحليب اكلنا سلطات ومكسرات وشربنا اللبن كل يوم لكن لسه لما بنقع عضمنا بيتكسر عادي وما حدش فينا بقى جسمه ولا عقله سوبر واخيرا عرفنا السبب احنا كلنا كنا بناكل غلا رغم ان كل اكلنا كان صحي لكن ما كناش بناكل السوبر فود سوبر فود سوبر فود سوبر فود ايه هي السوبر فود وهل هي فعلا مفيدة جدا وخارقة سوبر ولا هي نصب وتجارة وخدعة وترند جديد او يمكن قديم من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب البطنة والكلة قناة الدكتور فجأة تلاقي نفسك بتسمع اسامي فواكه واكلات غريبة ما سمعتهاش قبل كده سبيرولينا زبدة جوز الهند بروسل سبراوتس سويس تشارد توتل اكاي بوكتشوي افوكادو وكيوي ومحار وحبوب الادامامي والفاصوليا السودا والاسبراجس وجنين الامح ايه ده ايه ده ايه ده الحاجات دي بتتباع فين ومنين ومكام وليه وإيه اللي طلعها مرة واحدة كده ايه اهمية السوبر فودز دي اطعمة الخارقة هي اطعمة اكل تاكله يرفع لك المناعة ويخلي لك وضايا في جسمك ممتازة ويخليك في صحة سليمة سوبر فود هي اطعمة موجودة بالطبيعة فيها كتير فيتامين فيها كتير منيرال فيها كتير قيمة اغذوية عالية والاهم من هيك انه هي بتكافح الامراض وبتحارب الالتهاباء وغزاء كتره مش مضر وسميته بعيد عن تناوله كل ده معناها السوبر فودز وهنا طبعا لازم تسيب اي حاجة في ايدك وتركز معاهم تماما مهما كانت الحاجات دي غريبة علينا وبتيجي مستوردة من بلاد بعيدة وسعرها غالي جدا مش مهم لو انت أب أو انت أم هتقولوا كله يهون عشان ولادنا يكونوا كويسين ومنعتهم حلوة وصحتهم كويسة ولو انت بتحاول تبني جسم قوي وبتروح الجيم بانتظام هتدور على الحاجات دي وتشتريها بأي سعر وهو لو ما كنتش انت تاكل السوبر فودز مين اللي هيكلها؟ ولو انت متابع واحد من اليوتيوبرز اللي طلعوا يتكلموا عن السوبر فودز دي وبتصدقهم يبقى طبعا هتكمل وراهم وتشتري اي حاجة ينصحوك بيها هو انت تعرف اكتر منهم ده كل واحد فيهم عنده ملايين المتابعين وغالبا هتنسى تسأل نفسك السؤال الاهم على الاطلاق هم كسبانين ايه من تسويق السوبر فودز؟ والقاعدة الذهبية هنا بتقولك ابحث عن المصلحة هل مصلحتهم معاك ولا بيدوروا على حاجة تانية اكتر الناس اللي قلبها طيب هتصدق ان اللي طالع يروج للاغذية الجديدة دي هدفه مصلحتك وانه يعرفك منتجات مفيدة انت ممكن تكون متعرفهاش لكن اللي يتعب نفسه شوية ويدور هيعرف كم المكاسب الخرافية والدخل اللي بسبع اصفار واحيانا تمن اصفار اللي بيدخل لمروجي المنتجات دي ترند الغذاء الصحي ده من اكتر الترندات اللي فيها هامش ربح في العالم لدرجة ان بعض مليارديرات العالم الحيتان او الشاركس اللي بعضهم عنده ثروة شخصية اكبر من ثروة بعض الدول الكاملة بيفتحوا بقوهم في مبهار ومش بيصدقوا هامش الربح اللي بيحصل عليه تجار الترندات دي لما بيسمعوا عنها وطبعا بعد ظهور كورونا اصبح اي شيء ممكن يقوي المناعة هو الترند الصحي رقم واحد في العالم ويكفي ان يقولك على اي حاجة انها بتقوي المناعة عشان اضمن انها تتباع فورا وخليك دايما فاكر كلمة السر اللي هيخدعوك بيها درها موقاية خير من قنطار علاج مفيش حاجة تغلع على صحتك انت هتستخسر في صحتك ولا ايه ورغم ان الكلام ده صح فعلا لكنه حق يرادو به باطل دايما هتسمع الكلام ده لما يكون حد عايز يبعلك حاجة مش مفيدة اصلا ومش بتعالج اي مرض فيقولك خدها وانت سليم عشان تمنع الامراض مش شرط يكون عنده دليل انها بتمنع الامراض مش شرط حتى انه يكون ضامن انها مش هتسببلك ضرر المهم يقنعك ان الشيء الغالي جدا اللي هو بيبيعه ده مش خسارة في صحتك انت هتستخسر في صحتك ولا ايه بس ثانية واحدة ماهدي نفس القصة اللي بتتكرر كل مرة لازم كل عشرة او عشرين سنة تظهر اكلات جديدة وتركب الترند على ان هي مصدر الصحة كلها وتموت اكلات تانية كانت هي الترند في العشر سنين اللي قبلها وكانت مكسرة الدنيا تخيل ان الايس كريم كان سوبر فود في فترة من الفترات تخيل ان اول حاجة تقال عليها سوبر فود في العالم كانت الموز تخيل وفي السبعينات كانت السوبر فودز هي الباستا والفروزن يوجورت والموفينز اللي هي حاجات دلوقتي بنبصلها على انها ضارة بالصحة لكن تخيل كانت بتتسوى ازاي وبتتباع ازاي وقتها في اوروبا وامريكا وحتى دلوقتي لو فتحت قيمة السوبر فودز لأحد المواقع الشهيرة مجمعها هتلاقي اكلات رخيصة جدا ومتاحة في بلدك العربي لكنها بتتسوى كسوبر فودز عند البلاد اللي ما تعرفها لازم الحاجة تكون غريبة وإجزوتيك وواو علشان الناس تقبل ان لها خواص معجزة تفاح وسبانخ وكرومب مين هيعمل فيديو عن التفاح او فيديو عن الكرومب مفيش حد هيتفرج ومين هيصدق ان الكرومب معجزة وبيحمي من كل الامراض لكن لما اكلمك عن فوائد الايستر والاكاي والبروسل سبراوتس وانت تتوه في الاسامي وتحس ان الله اكيد الحاجات الغريبة دي بتعمل معجزات افتكرت لما كنت في رحلة الماليزيا اه سامحوني اخدكو في قصة شخصية شوية جوز الهند ده انا هنا في انجلترا بجيبه غالي جدا 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 بينما الفراولة والبرز او التوت بكل انواعه رخيص جدا يمكن ما تحتاجش تشتريه تقريبا بيطلعوا في جناين بيوت كتير ويمكن في الشوارع كمان لما رحت ماليزيا لقيت الفراولة والعنب والبرز هي فكهة البشوات يبقى طبعا سهل تتسوق هناك على انها سوبر فود وعلى فكرة الافوكادو اللي يمكن في كتير من البلاد العربية غالي جدا في انجلترا هنا يعتبر هو عصير كل يوم ما تقدرش تقنع الناس هنا ان ده سوبر فود اتفاجئت؟ المفاجآت الحقيقية لسه جاية وخليني ابدأ معاك بمقارنات بسيطة بين اللي بيتسوق لنا كسوبر فود وبين اكلات عادية لو حابب تتفاجئ فعلا فلو قارننا مثلا مكونات 100 جرام كنوة مع 100 جرام دورة بيضة هتلاقي ان الفرق في البروتين مش كبير ورغم ان الكنوة فيها الياف اكتر لكن الدورة البيضة فيها كمية حديد اكتر من ضعف الكنوة وطبعا الدورة البيضة رخيصة جدا مقارنة بالكنوة عارف ليه؟ لان الكنوة دي بتتزرع في بوليفيا في امريكا الجنوبية فالمستثمر بيستوردها من اماكن بعيدة وبالتالي بعد مصاريف الاستيراد والجمارك والمكسب وخلافه تلاقي سعرها بقى غالي جدا جدا شايفك متفاجئ طب تعالي نشوف الافوكادو الافوكادو ده بيتزرع في امريكا الوسطى يعني المكسيك وجمهورية الدومينيكان وبيرو وكولومبيا وبنسبة اقل في قرات العالم الاديم زي اندونيسيا وكينيا بيقولوا لك انت محتاجه علشان في فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين كي وبوتاسيوم وفوليك اسد ومضادات اكسادة طيب هل ما فيش حاجة تانية متوفرة وارخص تديلك الفوايد دي؟ الطماطم ايوا الطماطم الطماطم اللي محدش بيحترمها دي فيها فيتامين سي وفيتامين اي اكتر بكتير من الافوكادو وفيها فيتامين كي تقريبا قد اللي في الافوكادو هتقولي بس انا بجيب الافوكادو عشان دي فاكهة دهنية ومحتواها من الدهون الصحية كتير او انا بعمل كيتو دايت ومفيش فاكهة زي الابوكادو للأسف مش حقيق لو اكلت شوية زيتون اخضر فحجم ثمرة الابوكادو هتلاقي انهم تقريبا نفس نسبة الدهون لكن كمان اقل في السعرات الحرارية واقل في الكربوهايدريت واعلى بحوالي 15 مرة في كمية الحديد غير فواية تانية كتير وعلى فكرة محتوى الابوكادو من مضادات الاكسادة مش كبير زي ما حضرتك متخيل ولانه محتاج ظروف معينة لنموه وبيتساقى بكميات كبيرة من المية مقارنة بمحاصيل تانية زي الطماطم والزيتون فطبعا حضرتك اللي بتدفع كل التكاليف دي نقول كمان سمعت عن حبوب الشايا او الشايا سيدز بيقولك انك محتاج 15 جرام منها تقريبا كل يوم عشان تاخد كل الاميجا ثري اللي انت محتاجها تمام بس على فكرة تقدر تاخد نفس كمية الاميجا ثري واكتر لانك تاخد شوية حلوين كده من الجوز او عين الجمل ودي طبعا متوفرة اكتر وغالبا ارخص في البلد اللي حضرتك فيها عايز حاجة اسهل كمان بذر الكتان او ذريعة الكتان هيديك فوائد كتير تغنيك عن حبوب الشايا حتى الكافيار اللي بيتسوق للاغنية اللي يقدروا يدفعوا على ان فيه فوائد غذائية مش موجودة في اي اكل تاني بروتين وفيتامين بي 12 واميجا ثري ودهون صحية وغيرهم الاكلة الوحدة من الكافيار الاصلي اللي بيجي من سمكة الايرانيان بلوجا فش ممكن تكلف لغاية 25 الف دولار والسبب مش الفوائد المعجزة للبيض بتاع السمكة دي لكن بسبب ندرة السمك ده وان السمكة الوحدة ممكن تبيض خمس لست مرات بس خلال عمرها اللي بيوصل لمية سنة لكن من ناحية الفوائد فكتير جدا من انواع بيض السمك المختلفة فيها فوائد متشابهة الفكرة هنا في الندرة وليست في الفايدة الحقيقية يعني الموضوع كله عبارة عن تلاعب بعقل المتابع أو خداعه عشان يشتري منتجات غالية ملهاش فايدة ظنن منه انه بيستثمر في صحته وعلى فكرة الكلام ده مش في السوبر فودز بس لكن في كل ترندات الاكل الصحي عموما وتعال اديك امثلة قريبة يمكن حضرتك تكون اتخدعت بيها بس ركز معايا وما تزعلش لو لقيت نفسك اتخدعت في واحد منها وطبعا دور ورايا لو شكيت في اي معلومة انا بقولها الشاي الاخضر من 20 سنة تقريبا بدأ الشاي الاخضر يتقدم للعرب على انه واحد من افضل الطرق لنزول الوزن بس لو شربت 3 كبيات منه كل يوم مش بس كده ده بيحرق الدهون بيحسن وظيف المخ بيقلل فرصة الاصابة بالسكر بيقي من السرطان في مضادات اكسادة قوية يعني هتتحول لسوبرمان وفعلا الناس المهتمة بصحتها وخصوصا الطبقة المتعلمة ومبيعاته في بعض الاماكن تخطط الشاي الاسود لكن هل فعلا كان فيه فرق ما بين الفوائد والاضرار ما بين نوعين الشاي تقريبا لا يذكر حتى مضادات الاكسادة اللي بيسوأولوا بيها موجودة تقريبا في كل انواع الشاي التانية صحيح بمركبات مختلفة باسامي مختلفة لكن لها نفس التأثير تقريبا تخيل ان البلاد اللي الشاي الاخضر هو اللي منتشر فيها بين العامة بيتم فيها الترويج للشاي الاسود بين الطبقة المثقفة على انه هو الشاي السحري اللي مفروض الناس تشربه مش بقولك تسويق وماركتينج ولعبة الاطعمة الخالية من الجلوتين ورغم ان الموضوع ده انا اشناب التفصيل في فيديو واتضح ازاي انها مجرد تجارة بالوهم عشان يقنع الناس انها لما تشتري المنتج الغالي جدا هي بتستثمر في صحتها مع انها في الحقيقة بتضر نفسها مش بتستفيد فمحتاجين نفتكر نقطة واحدة بس في الموضوع ده دلوقتي الاغذية الخالية من الجلوتين دي مطلوبة لحالتين بس مرضى الزلاق او مرض السيليا ومرضى حساسية الجلوتين والحالتين دول بيتشخصوا عند طبيب الجهاز الهضمي المتخصص بس مش وانت قاعد بتتفرج على فيديو على يوتيوب فلو مش عندك اي حالة منهم كل جلوتين براحتك وما تخليش يوتيوبر بيدور على مشاهدات او شركة ضخمة بتبيع منتجات خالية من الجلوتين بتلت اضعاف تمن وفي صناعة بتقدر بحوالي 50 مليار دولار هي اللي تحددلك تاكل ايه وتشرب ايه وتحرمك من الفوائد الصحية لأكلات كتير صحية وطبيعية وجسمك محتاجة حليب الابقار وده كمان من المواضيع اللي الكذب والخداع على الميديا فيه اضعاف الحقيقة ووضحنا بالتفصيل في فيديوهات قبل كده ومش محتاج عيد الكلام اللي في الفيديوهات دي لكن كفاية افكرك ان لبن او حليب البقر اللي طول عمرنا بنشربه احنا وابقنا واولادنا اصبح فجأة هو سبب كل المصائب واصبح الصحي بس هو الحليب اللي من اصل نباتي زي لبن جوز الهند ولبن اللوز ولبن الصوية وهنا تاني نقول ابحث عن المصلحة شوف اسواق التجارة العالمية الانواع الحليب دي تضخمت ازاي وشوف الشركات اللي بتكسب من لبن اللوز بس قرب 13 مليار دولار ولبن الصوية قرب 23 مليار دولار وفجأة اصبح المزارع البسيط اللي عنده بقرة بتجيب لبن طبيعي مفيد للجسم يبيعه ويكسب منه جنيهات بسيطة اصبح هو المضر والمؤذي وعدو الصحة ومصدر كل الشرور مع ان العلم بيقول عكس كده زي ما وضحنا في الفيديوهات بالتفصيل والعلم الحقيقي اثبت ان اللي محتاج انواع الحليب النباتية هم بس الناس اللي عندهم لاكتوز انتولرنس ودي نسبة بسيطة جدا من الناس او الناس اللي ممنوعة من اللبن لاسباب فكرية او دينية مسحوق البروتين او البروتين باودر الطبيعي ان احتياج الجسم من البروتين بيكون حوالي 56 جرام في اليوم للراجل وحوالي 46 جرام للست ورغم انك ممكن تلاقيهم بسهولة في مصادر حيوانية ونباتية متوفرة لاغلب الناس زي اللحوم والدواجن بانواعهم والبقليات والبيض والصوية وغيرهم وممكن تاخد احتياجات يومك كله بطريقة طبيعية لو مثلا اخدت بيضة على الفطار وعلبة لبن زبادي على الغداء وشوية مكسرات مع كوباية حليب كسناك وقطع الدجاج مطبوخة على العشرة لكن الشركات تبيع ازاي؟ يبقى لازم نعتمد على مسحوق البروتين وحملات الاعلانات والتسويق تبدأ ويتصرف عليها مليارات يوتيوبرز وإنفلوانسرز وإعلانات تلفزيون ومحدش هيقولك ان اضرارها الحالية معروفة زي حاجات بسيطة زي الام الجهاز الهضمي وعسر الهضم وزي الحساسيات لان محتوها البروتيني عالي ومن مصادر مختلفة واضرار تانية مش بسيطة زي النسبة العالية من السكريات والسعرات الحرارية المضافة اللي ممكن توصل لأكتر من 23 جرام في المكيال وتلاقي انك حولت كباية الحليب لمشروب يحتوي على أكتر من 1200 سعر حراري يعني بتسبب لنفسك مرض السكر والسمنة وغيرهم من الأمراض وانت فاكر نفسك بتاكل أكل صحي مش بس كده ده في مجموعة غير ربحية اسمها Clean Label Project المجموعة دي أصدرت تقرير عن السموم اللي لقوها في مساحي البروتين فحصوا 134 منتج عشان يدوروا على 130 نوع من السموم ولقوا ان كتير من مساحي البروتين بتحتوي على معادن ثقيلة زي الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق ومادة البي بي ايه اللي بتستخدم في صناعة البلاستيك ومبيدات الأفات وملوثات أخرى مرتبطة بالسرطان وبعض السموم دي كانت موجودة بكميات كبيرة زي ان واحد من مساحي البروتين احتوى على 25 ضعف الحد المسموح به من مادة البي بي ايه وده بيحصل نتيجة وجود السموم دي في التربة وبتمتصها النباتات اللي بيحولوها بعد كده المساحي البروتينية كل اللي فات ده غير ان كتير من المنتجات دي جديدة ومفيش عليها أصلا أبحاث كافية وبالتالي احتمال يطلع لها أضرار أكتر في المستقبل غير اللي احنا نعرف البدائل البنية ايوا السكر البني والرز البني والعيش الغامق مش عايز أطول هنا لكن عايز بس أقولك ان الفروق بين المنتج البني والأبيض بتكون بسيطة جدا من ناحية السعرات والفايدة لكن الفرق في السعر ايوا انت عرف أكيد بيكون كبير جدا المنتجات قليلة الدهون والمنتجات الخالية من الدهون أو الفات فري ويمكن دي بقى تكون خدعة العصر واللي بسببها بيسرقوا من جيوبنا كتير على الأكل قليل الدهون وقليل السكر والمقلي بالهوى وقليل الكوليسترول وغيرهم خدعة تسويقية وفايدتها لا تقارم بالضجيج اللي عاملينه عليها ده أحيانا كمان بيكون فيها خداع واضح زي لما تروح تشتري زبادي فات فري تلاقيهم ضيفين له 3 أضعاف كمية السكر اللي في الزبادي الطبيعي عشان يخلوا طعمه مقبول طيب وتخبي الحاجات اللي ضفتها دي ازاي؟ سهلة الرموز اللي بتستعمل في كتابة مكونات الأكل بتخفي الاسم الحقيقي للمكون اللي ممكن جدا يكون ضار أو على الأقل غير مقبول الناس مش هتحب تشتري الحاجة اللي فيها مونوسوديام جلوتاميت مش مشكلة اكتب لهم E621 الناس مش بتحب المنتجات اللي فيها كاراجينا بغض النظر هو مضر ولا لا مش مهم خبي الاسم واكتب E407 الناس عرفت ان فيه خنفسة اسمها الكوشينية الباج بتستعمل في تلوين أكلهم وبقوا بيدوروا على اسمها عشان يتجنبوه وعرفوا كمان ان ممكن اسمها يتكتب بطرق تانية زي كارمينيك أسد أو كارماين مش مهم اكتب لهم E120 وهم هيشتروا ومش هياخدوا بالهم وما بيأكلوا ايه عرفت ان ان عايشين في خدعة كبيرة قوي بيسوقها لنا ناس احنا بنثق فيهم الناس دي بيدفع لها فلوس كتير قوي في سبيل اقناعك انك تمدي ايدك في جيبك وتطلع فلوسك تشتري بها منتجات مش ضروري انها في مصلحتك فلوس بتندفع في اعلانات وفلوس في فيديوهات اسمها نصايح طبية وفلوس من نسب المبيعات وغيره بس مش بس كده الموضوع بيوصل لتزوير الحقائق العلمية وشرائة الأبحاث شركات منتجات خالية من الجلوتين بتمول ابحاث عن اضرار الجلوتين وشركات اغذية نباتية بتمول ابحاث عن اضرار اللحوم وغيرها وغيرها ده غير النمط اللي لزقوه في دماغنا من خلال الاعلانات اللي بنشوفها كل يوم زي ان شركات بيبسي وكوكاكولا دايما بتروح للعيبة الكورة والشخصيات المشهورة ان لهم جسم رياضي متناسب عشان تكون الصورة الذهنية مثالية عن الشخص اللي بيشرب المنتجات دي مع ان في الحقيقة لو الشخص اللي بيشرب بيبسي وكوكاكولا كل يوم هو اللي كان حيمثل اعلاناتهم كان منظر الاعلان هيبقى مختلف تماما متخصصين التغذية بينبهن الاكلات اللي كتير مننا بيظن انها صحية وطبيعية بتكون ساعات مجفافة او مرت بمراحل تصنيع اثرت على قيمتها الغذائية والاكتر من كده ان ساعات بينضف لها مكونات بتخليها مضرة زي السكر او المواد الحفظة او المونوسوديام جلوتاميت او بعض الدهون الرخيصة الغير صحية عشان تحسن طعمها واذا كانت وجباتك غير صحية في الاساس فمجرد اضافة حبوب الكنوة او الشية لوجبتك مش هتكون هي الحل المطلوب هو تغيير العادات الغذائية الغير صحية خبراء التغذية بيقولولنا مفيش حاجة اسمها طعام خارق وان الاسم ده تم اختراعه لاغراض تسويقية مش اكتر عشان يؤثر على اتجاهات الغذاء وبيع المنتجات ورغم ان فعلا فيه اطعمة كتير فائقة الجودة والفايدة لكن مفيش غذاء واحد هيكون هو مفتاح الصحة والوقاية من الامراض الصحة في التنوع في الاكل المتوازن والتقليل من الاكل اللي تم تصنيعه والاهتمام بالرياضة السليمة والنون الصحي والبعد عن الضغوط النفسية كل بيئة ربنا اداها اغذية فيها تقريبا كل الفوايد المطلوبة واذا حضرتك نوعت في الاكل الطازج اللي موجود في البيئة بتاعتك هتقدر تحصل على السوبر فوت بتاعك اشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم اشتركوا في القناة